موسيقى اعتقد انها بنت فوق التلاتين سنة اكيد لازم تكون يعني سنها فوق التلاتين مش عافي بقى تلاتين ولا اربعين ولا خمسين الكلام اللي هي كتبته انا مصدقية جدا وتقيبا بعمل معظمه ان ما كانش كله فانا قررنا النهاردة ان نطلع نقرأ المقالة دي على الهوى يعني اللي فوق التلاتين دخلة في الاربعين ودخلة في الخمسين المفروض ان انت تعملي ايه اول حاجة ونركز بقى مع بعض لو سمحت اول حاجة المفروض تعمليها لو انت دخلة عالتلاتين او وعدتي التلاتين دخلة عربعين والخمسين اول حاجة المفروض تعمليها في دهية اللي زعلك في دهية اللي زعني او في ستين دهية اللي زعني ولازم تقوليها وانت مقتنع بيها ووغدا نفس عميق ايا كانت الاسباب لقى ان كل حاجة نسبية وكل حاجة وبتاخد وقتها ما تحاوليش تبرري مواقفك او تصرفاتك لحد ترامى راضي ضميرك وعمل اللي عليك افتكري ان عمرك وطقتك امانة معاك واهدارهم على من لا يستحقون امر لا يستهان به وفي النهاية كل مطاف الكل يرى بعين طبعه يعني الاناق ينضح بما فيه يعني اللي بيشتمك ده بيشتمك عشان هو مش محترم مش عشان انتي مش محترمة مثلا ثلاثة اياكي والانتقام بيضيع وقت بيدمر لحظات كتير بيدمر حياة ويقتل خلايا مخك وهي المنات ساعتك الزمن بيدور وعدل الله نافذ لا محالة يعني لو نسيت اللي حصل فيك ربنا عمره ما هينسى اربع ما تبصيش وراكي ولا تقلقي من اللي جاي اقدارك مكتوبة والمكتوب لا بيروح ولا بيتسرق واقسى ما يمكن فعل البشر تجايك هو تنفيذ ارادة الله يعني ما حدش سايق فتطمين غيري تارية اكلك غيري نوع اكلك موعيد اكلك لان انت يا لازم تفهمي ان انت بعد معدتي 30 من داخل 40 او 50 معدل حرقة عندك اتغير اتحركي رحي جم اتمشي اعملي اي حاجة هتفرق معاكي نفسيا صدقيني ايه اللي بتقول لو ليك هواية وسبتيها ارجعي لها اتسنافير توليت اقري ولو ما بتحبيش القرية اتفرجي على فيلم تطلعي من نوعاني حلوة صاحب ساحب ابادي عن ناس السحابة ناس السحابة للنكد ناس من نفسنا النمامة الشكاية اللي بتحرق الدم حاطي نفسك بالناس نطيفة الشهة كده وشوش وشوش جديدة بتحب الحياة بتعرف تقول الحمد لله من غير تهويل او اسقاط على الغير ابادي عن كل اللي دورهم في حياتك الانتقاد والنصيحة بنية اصلنا خايفين عليك واصلنا عارفين مصلحتك اكتر منك البوست ده اصلا والكلام ده اصلا عشان حضرتك عديتي التلاتين يعني عشتي وقبلتي في الدنيا ما يكفي اللي يخليك تعرفي مصلحتك تعرفي اللي يريحك من غير ما حد ياخدلي القرار واخيرا لانه الاهم ونركز في الكرمتين دول وحبيت اختم بيهم كلامي عربي من ربنا باي صورة وسبتيها مهما حصل تأملي النعم تأملي النعم لربنا انا معليك بيها علشان ما تحسيش بالمفقود تحسي بالموجود والجئيله في كل مشاكلك وبلاش تحكي مع الناس علشان الناس بيبقى عندها فضول يبتكشف اسرار يبتعير بعد كده لكن اللي هيحللك مشكلتك هو ربك ربنا سبحانه وتعالى وفتكري اسماء الله الحسنة اسماء الله عز وجل هتفهمي اكتر انه اسمه السميع اسمه الودود اسمه الحكم اسمه العدل اسمه الرحمن الرحيم اسمه الغفور اسمه الجبار اللي هيكبرك وبيكبرك يعني سمعك بدون شرح وبكل ود وعدل في كل امورك وهيكبر خطرك ويكبرك يكبرك اوه تستهوني مفعول الخمس صلوات مهما كنت بتعملي في حياتك اوه هتبطري تصلي وهيجي يوم عليكي مهما كنت بتعملي الصلوات دي هاي اللي حتمنعك وتوقفك ان ممكن تعملي حاجة حرام او حاجة غلط وصدقيني الخمس صلوات مهما كنت غنية وسعيدة ومش سعيدة مهما كنت غنية ومرتاحة وعندك شغل والدنيا ماشية معيكي زي الفل الخمس صلوات دول لو ما عملت يومش هتحسي بك تقب صدقيني ايه دا يا ربنا في كل صلاة وصيتي بيكي وليكي ما تخليش الدنيا ومشاكلها ونسها تقتل البنت الصغيرة الحلوة اللي جواك ما تخليهمش يقتلوا ساعتك ولا فرحتك ما تخليهمش يقتلوا إنسانيتك ما تخليش حد يسلم منك كرمتك او وجودك او حياتك I love it شكرا للبنتة اللي كتبتها ودي كانت لكل واحدة عدة الثلاثين ودخلها في الأربعين أو الخمسين زي أعتقد إن بعمل كل الحاجات دي أو يعني معظمها عليها شوية حاجات تانية بسيطة منها وده أنا شايفها حاجة مهمة جدا شرب الميا جماعة شرب الميا دي حاجة مفيدة وعزيمة في النفسية وفي البشرة وفي الشعر وفي التخصيص وفي الحياة وفي النفس وفي كل حاجة وشاهداتي عزيزات نبدأ حلقة جديدة حلقة مليانة التفاصيل وموادية وحوارات كل دا هشوفو نسمعوا لك بعد الفاصل